السلام عليكم خبتي اخواتي في فيديو جديد اولا وقبل كل شيء اللهم انصر اهل فلسطين واللهم انتقم من اعدائهم في الاوينة الاخيرة كل شرا وصامت خوتي حجمت حلالك صرتك تشوف الفيديو تعقصف اهل فلسطين الناس تيتمت الناس ديورهم رابوا المهم ان يقول لك افعال كونتر الانسانية ديراكت وفوق هذا الشيء كامل كان حرب اعلامية كبيرة دارتها اسرائيل كونتر فلسطين وان خلت الرواية تاعها بركلي تلحق للعالم بالعكس وزادت خلت كل وسائل تواصل اجتماعي تحدف اي منشور يعطيك الصورة الحقيقية لتصرف في فلسطين واذا ما حدفتش المنشور تخليه ما يلحقش الاكبر عدد ممكن وزادت دفعت اموال كبار للمؤثرين في العالم باش يتضامنوا مع القضية الاسرائيلية كش ما كاين فلسطين هم الارهاب كما كورت وازين تشينكو كارداشيينز ماي ويذر جوردان بيترسن وخليه وخليه لكن هذو كامل حطهم في جهة والعرب تواعنا في جهة اخرى تماما في الجزائر عدد كبير من صناع المحتوى اصحاب المتابعين الكبار داروا الفيديو بلونجلي وسيوا يلحقوا الحقيقة وش رأو صار في فلسطين وهنا يبان معدن الناس وكما نقول لكم دائما الدنيا هدفها المليح وفيها الدوني كان عباد معجبهمش الحال كيف فلسطين راه تدفوندي على روحها والمشكل ما خالصين موالو باطل متضامنين مع اسرائيل وهما نفس الاشخاص من اللي بديت اليوتيوب وانا كونترهم اولهم دي جي رافيق دي جي رافيق يا خوتي اللي هو مجرد دي جي مايهم شرايو في الحياة جعطلنا رايو اللي واحد ماسقسيها عليه الجزائر بمعنى الكريمة الجزائر تسحقني راني هنا راني السور بلي ممكن تسحقق الجزائر مايلاقاوكش باينبلي تروح تدير لايف بتريك وتعتزائر كش ممكن رك تحارب اونلين فلسطين مشي غير راتي يعني ماانيش فلسطيني هنا بش نحن حارب في بلد واحد اخرى كما قال محمود حسنات فلسطين قضية رجال مشي رواح برك وقف مع فلسطين مشي سهلة فلسطين صار لها كيم الرجلة مشي غير رواح وقول لنا راجل انا سم في دلابين مقبئتش بدي بيديو درير يموتو درير صغار ناس كبار بدبوحين كوني درها الحاماس سمنتو ما درتوها وعاكم خبيين بالقاطر قاعيشين بالقاطر والشعب راوي سوبري وعلاش عليكم ما تدلوش دنوبو ما الدلالي لا ميموتو انا شوي بغيمو ديقوتي على بالك والله على بيقدكم مرانينين مع بلسطين ني مع اسرائيلاني مع رجيل ليك خاوتين مبعارين هادو تآخر زامن يجيب لك سباب الوفاية يقول لك دلالي صغار وحاماس راهم خبيين سمارك حاب تقول لي خلوهم يدولهم بلادهم ويقعدوا يشوفوا فيهم كون جيت صح تعرفوا عندك في الراس عندك اكبر اكزامل قدامك اللي هي بلادك في بلادك برك توفى مليون ونص مليون شهيد في طورة نوفمبر برك جايزة ما تحكيلي عن الانسانية أنا خلوكي لا تدخلونيش في هذه الأشياء دولة نوفم بفلسطين وإسرائيل ومننا أنا أنا الجيريان أدخل من مراتي وصلاة نوفم بي إما لسمح لي نقول لك بريدالجيري اللي راك معها انت هي أصلاً راهي مع فلسطين تسمى أنت بسي فعليك توقف معهم من كل جوانب من جانب إنساني هذي الناس حقروهم ودولهم بلادهم من جانب الديني المسجد الأقصى اللي بكريال قبله كانت من جهة المسجد الأقصى هنا تعرف قيمة المسجد الأقصى للمسلمين بسعالة ثانية يا خاطر أني مفهم فيه دي جي زيرو فراس لا بروف ليك وش قال ماشي قراتي اي فلسطين انا ذكر وهذو لبي بيبعثوا لي لميصر يقولوا لي فلسطين يا أخويا اذهبوا احكم بي وحرر فلسطين قد تحررها انت يا أخي ربي سبحانه مقدس ما زال محررها ربي سبحانه مقدس استغفر الله سيد كفر ديرك المشكل الناس ما زالها تتبع فيها ويسمعونه شيء كبير هو مجرد تحريشة في روحه ولا يمدلنا رأيه في كل صغيرة وكبيرة نروح والحطبة وحدة أخرى اللي هي ريبيكا اللي الصراحة معلو والفاجأتني انا كشفت الفيديو هذا قد سبحان الله الدنيا تبدلت اخر كلمة قبل ما نروح نرقد لانه غادي نقول كلمة خرجة من وربي شاهد الله معاكم يا أهل غزة انا اهدر معا مع الشعبه اربي معاكم شوفوا هذا الفيديو اشتوقع العرب اللي يقولوا هم زعماء بالفم والهاشتاغ غدوة قع ماكيش فيهم غير مع الاخر ظهرت هي اول انسان ضر عليهم معاوني لجزائري لفلسطيني ها نقولها لكم وحدكم الحرب التاعي كيكلي تلخرا كليتوا وحدة المهم لعلينا وشديني لهذا الشي كامل فلسطينينا كنت في بيت برا القدس جاو وكلني ولا شربني ما انكشلي وكلني شربني كيما قالت هي العرب فيهم غير لسان لمثالها دكتا الهضرة عليها والمعنى على جاري هي قلباته الهضرة عليها والمعنى عليها انا اللي فيها غير لسان من الاخر خوتي هادي ثاني من هادوك رامي تاجروا بالقضية شافت باللي فيها التفاعل الناس تبع اي انسان يوقف مع فلسطين الناس تبعوا تسمى رامي تاجروا بالقضية لا لا بخو مواركم تعرفوا بطبوطات دايما تتحلق فيكم سات فاسي جبت لكم كود بخو موى سات ميل جينا ينقص لكم سبعمائة الف في الاحلام كود بخو مو غزة وبلما احكي لك على الكثير من صنع محتوى ومشاهير جزائريين خايفين على روحهم لا يستطيع ان يتعلم له كون ستوري ولا يخرج يهدر خايفين على اللي باشتا وهم ويقول لك رزقيره في اللعب صاحبي الارزق بيد الله لا تأخذ الارزق بيد الله لا تأخذ الارزق بيد الله ليس مارك زوكربارك أو إيلون ماسك ربي هو لي رزقك فلسطين حاليا عندها ربي بارك كل العرب سمحوا فيها تري سيتي ماكاش الماماكاش صبيطارات لا يوجد تري سيتي انا يقول لك الجوثة تتعضى ضحايا على القصف لا يجب ان يضعهم ولا يديرهم في الكميونتات تبرد هل ناس لحقت واللات وين تكتب اسمها ولاقبها في يدها باش كيت توفى في القصف يعرفوا شكون هو ديرك ماذا هذا؟ ماذا ترى؟ هذه هي مكعباتي اسمي و اسمي هل تعرف لماذا أخذتهم على أمي؟ لأنه إذا كنت أصبح مارتير سيستطيع ان تتكلمني مثل هذه الحالة مع أخي في غازا وفوق هذا الشيء يخرجون لك مكعبات توعنا يقول لك أنا ما راني مع فلسطين ما راني مع إسرائيل الله لا يبقيتك ما راني مين مع فلسطين أنا مع إسرائيل نعطيه لك بركة لمحة في التاريخية الهيشة الكاضي الحمار حاشاكم بكري المجاهدين كانوا يذهبوا لليبييا و تونس لكي يجبوا السلاح يحاربوا به أول مرة أسمعنا فيه النشيد الوطني كان في إداعات القاهرة والإداعات التونسية وللحن النشيد كان مصري بيان أول نوفمبر الذي ستبدأ به الثورة تم إداعته في العديد من الإداعات العربية بعد ذلك الوقت أنت في الصح لم يكن أحدك صح لم يحاربوا معك لم يكنوا يعاونك لكي تلحق صوتك كانوا يدعمك بالسلاح لا تقول القضية الفلسطينية لا تقلقك لأنك عربي ومسلم فقط يفعلك تؤمن بالقضية الفلسطينية لم يكن لديك عذر يجبك لا تؤمن بالقضية الفلسطينية وحاليا النفس السيناريو يتعاود أحد لا يستطيع أن يحارب في فلسطين لكن على الأقل نعاونهم لكي نلحق القضية لهم للعالم وكان حاجة يجب أن تفعلها مليح في بالكم أخوتي فلسطين لا يوجد إعلام لا يوجد صحافة لا يوجد صحافة لا يوجد صحافة لا يوجد صحافة تسمى الطريقة الوحيدة لكي تلحق القضية للعالم هي نحن الإعلام العربي حسابات التواصل الاجتماعي من الأخير بارتاجي تلقى الفيديو يهضروا على فلسطين سهل أخو ادخل لقوجل تردكسيون اكتب العربية ترجم للانجلي مرة ها روح لهاد السيت واسمه 11 لابس السيت هادي حولك الكتابة الى صوت أخدموا آلاف لي فيديو أخو رجعوهم شغل سبام ما تخليش الميصاج يحبس عندك بارتاجي وكاين بزاف طرق باش تعاونهم بشغير هكا تقدر تدعمهم بالدراهم كاين جمعيات يوفروا للمأونة الأدوية دعموهم بالدراهم هم يشروا لهم تماما خوتي هي شغل الفيديو كنت رح نحبسه هنا في الجمعيات والدعم الاخر بصح للآسف البارح صارت حاجة بزافوة على أخوتي حاجة كونتر الإنسانية كونتر كلش اللي هي قوات الاحتلال الصهيوني قصفة مستشفى للجرحة من دون أي انظر كامل اللي كانوا في المستشفى هادك ماتوا واحد مسلك وكالعادة أخوتي يبدوا يحرفوا في القصة الأصلية كان يقول لك قوات حامسية اللي فجرت المستشفى كالي يقول لك ترتق بسبة القاز المهم يسوي خبوا الحقيقة اللي كامل نعرفوها إسرائيلة رح تدير في إبادة عرقية في فلسطين وكي ما قلت لكم ما تخليش الحقيقة تحبس عندك انتابر كبارتاجي هلموند قايشوفها أخدم لي فيديو ترجمهم بجوجل ترادكسيون روح 11 لابس أخدم ما تحبسش وأقل الشيء هادي كي ما تقدر تدير والو أدعي لهم فصلاتك